الهلال يختتم ميرانه الأخير على ستادي سايتاما والتفاؤل يسود الأجواء رازفان جاهزون لحصد اللقب وساتوشي سنقاتل أمام الهلال ذهب الكل وبقي الشلهوب للمجد بقية أهلا بكم في نشرة رياضية مفصلة من الإخبارية أكد الروماني رازفان لوتشيسكو مدرر فريق الهلال الأول لكرة القدم عن جاهزية فريقه للظفر بلقب دور أبطال آسيا 2019 جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة والذي عقد ظهر اليوم وقال رازفان سنخوض المباراة بمسؤولية عالية نعرف أنها ستكون مباراة صعبة وفي الأخير البطولة حلم للجميع ونحاول تحقيقه وأضاف في مواجهة الذهاب لعبنا بمستوى جيد وكان من المفترض أن ندخل مباراة الغد بفارق هدفين لولا إلغاء هدف صحيح في المباراة الماضية وعن تأثير الأجواء الممطرة على فريقه في مباراة الغد أكد الروماني أن فريقه سيتجاوز جميع العقبات بالروح والحماس مؤكدا أن مباراة الغد مختلفة وكل لاعب عليه أن يؤدي كل ما يملك من جانبه أعرب قائد الفريق محمد شلهوب عن سعادته بالعودة لليابان لخوض نهاء جديد أمام فريق ياباني آخر بعد أن خاض نهاء البطولة القرية عام 2000 أمام جوبيلو أويواتا وقال شلهوب في المؤتمر الصحفي إنه لا يمكن المقارنة بين أوراوى وفريق جوبيلو الذي واجهناه في نهاء البطولة عام 2000 في المقابل أكد ساتوشي أوتوسكي مدرب فريق أوراوى الياباني أنهم سيظهرون بشكل مختلف تماما عن ما ظهروا به في مواجهة الذهاب والتي خسرها الفريق بهدف دون رد وقال ساتوشي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة سنقاتل أمام الهلال غدا ستشاهدون مستوى مختلف تماما عن مواجهة الذهاب وأضاف استعدادنا سار بشكل جيد خلال فترة التوقف الدولي نأمل أن تساعدنا حالة الطقس غدا في تغلب على منافسنا الذي لم يعتد عليها وختم مدرب أوراوى حديثه بأن لاعبي فريقه على أتم الجاهزية للمواجهة المرتقبة ولن يغيب أحد منهم مشيرا إلى أنهم قادرون على إيقاف خطورة لاعبي الهلال وكان الفريق الهلالي قد أنهى تحضيراته التدريبية على ملعب سايتاما في انتظار المواجهة المرتقبة واكتفى الروماني رازفان مدرب الفريق في الحصة التدريبية بخوض بعض التدريبات الفنية بعد فترة إحماء اللاعبين قبل أن يختتم الحصة التدريبية بمناورة على وسط الملعب وأشارك جميع اللاعبين في التدريبات حيث بدت أجواء التفاؤل والإصرار والجدية على اللاعبين في الميران كما حرص الجهاز الفني على ضرورة الحفاظ على تركيز اللاعبين من خلال اجتماعات ومناقشات جانبية كما اختتم نادي أورا وتدريباته واجتملت على التحكم بالكرة والتسديد من مختلف المسافات وتحويل الكرات العرضية بالرأس نحو المرمى وسمح المدرب بحضور جماهير الفريق لتحفيز اللاعبين للمباراة موسيقى رصدت عدسة الإخبارية أراء وتوقعت الجماهير الهلالية في توكيو حيث بدأ أن هناك الكثير من التفاؤل والأمل في تحقيق اللقب الأسيوي تجاي اليابان هنا تشجع الهلال وتؤازرة كيف اليوم مشاعرك؟ والله إن شاء الله متفاعلين خير بدن الواحد الأحد جاينا نازر الهلال السعودي ما يحتاج فريقنا العاشقة من زمان الطفولة وإن شاء الله نجيب السابعة من أرض اليابان بدن الواحد الأحد اليوم أنت عليك شعار الهلال اليوم وش اللي جابك من سعودية اليابان؟ جاينا وشي نسجع الهلال ونازره وبإذن الله نحققها ونسياحة في توكيو واليابان إن شاء الله نحن نفذنا في الذهاب في رياض 1-0 وإن شاء الله في الياب برض فوز ونحمل كاس هنا في أرض اليابان إن شاء الله متفاعلين يا رب إن شاء الله نفوزي توقعك النتيجة؟ 2-1 إن شاء الله أراوة أهم شيء الفوز بس في الكاس شوف أراوة تضرروا بعض بأجوائنا والهلال طبيعي يتهثرون بالأجواء هذه الباردة والممطرة لكن إن شاء الله لعبين قد الثقة إن شاء الله بيجيبون الكاس يا رب إن شاء الله جاهزين واضقين إن شاء الله توقعك النتيجة؟ 1-1 إن شاء الله اللي راح يسجل هدف الهلال قمس بإذن الله أعلن الاتحاد الأسيوي لكرة القدم عن طاقم الحكام الذي سيدير مباراة إياب دور أبطال أسيا لكرة القدم بين الهلال وأوراو الياباني وسيطلق الحكم الأوزباكي فالنتين كوفالينكو صافرته معلناً انطلاق المواجهة الدولية 143 في تاريخه ويصنف الحكم كوفالينكو واحداً من أبرز حكام كرة القدم في أوزباكستان وأتقل دشارة الدولية مطلع العام 2002 ودخل ضمن قائمة حكام النخبة في قرة آسيا عام 2008 أعرب الأعلميون المرافقون لبعثة الهلال عن أمنياتهم أن يعود الهلال بكأس البطولة عطفاً على المستوى العالي الذي قدمه في لقاء الذهاب والاستعداد المميز لهذه البطولة أداء فني عالي جداً وظهر الفريق شخصية قوية على الفريق الياباني إذا ما استمر الوضع في المباراة الثانية مؤكد أن حضوض الهلال أكبر من الفوز على الفريق الياباني في فوارق فنية ترجح كفة الهلال متى ما كان في يوم ومتى ما كان بنفس الرغبة ونفس الأداء حضور اللعبين الفني والدهني والبدني حتى الفريق شاهدنا الفريق يقاتل من أول خط من خط الهجوم يقاتل على الكرة بمشكل ضغط عالي على الفريق الياباني حضوض الهلال ستظل قوية متى ما كان في يومه وقدم نفس الأداء والحدة التي قدمها في مباراة الذهاب يعني الهلال مر بظروف كثير يمكن قبل هاللقاء بنفس الأجواء والظروف المناخية وأعتقد أن اللاعبين معتادين على مثل هالظروف خصوصاً أنه الهلال يضم عدد كبير من اللاعبين منتخب لا تنسى أنهم قبل أسبوع تقريباً لعبوا في أزباكستان في نفسها الظروف وأتكلم عن الظروف المناخية الباردة وشاهدنا أنه أداء أداء مميز جداً مع المنتخب السعودي وساهموا في انتصار على المنتخب الأزباكي وأعتقد أنهم إن شاء الله بإذن الله قادرين على تمثيل الوطن والتشريف وخير تمثيل والعودة بإذن الله باللقاء بالقارن المنتظر التاريخ لا ينسى كل من يحضر مع النجاح والإنجاز والظهر المشرف ست ألقاب آسيوية حققها الهلال جعلت منه زعيماً للقارة الآسيوية هذه الألقاب يقف خلفها رجال بذل الغالي والنفيس فهل يكون فهد بن نافل الرئيس الرابع في مسيرة الإنجاز؟ كصاحب للرقم القياسي وكبطل انفرد بأوليات تاريخية في عالم كرة القدم توج الهلال نفسه زعيماً لقارة آسيا بستة ألقاب جمعها في خزانة واحدة هذه العلاقة الوطيدة مع بطولات القارة أسسها وعززها نجوم ولدوا داخل الأسوار الزرقاء ساهموا كثيراً في صناعة المجد الهلالي وتشرفوا بخدمة الوطن وتمثيله في العديد من المحافل والمناسبات بصمات الهلال الأسوية الست سجلت مع ثلاث رؤساء خلدهم التاريخ في ذاكرة القارة البداية كانت عام 1412 للهجرة مع الشيخ عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله والذي افتتح الأمجاد القارية وحقق أول بطولة قارية للأندية السعودية وهي كأس آسيا للأندية الأبطال الحادية عشر بعد تخطي الاستقلال الإيراني في النهائي بنتيجة أربع ثلاثة بركلات الترجيح الأمير بندر بن محمد كان الاسم الذي حقق معه الهلال ثلاثة ألقاب آسيوية جاءت في حزمة بلغت تسع بطولات خلال فترة رئاسته الذهبية اللقب الأول كان أمام ناغويا الياباني عام 1417 للهجرة بينما كان اللقب الثاني في العام التالي على حساب بوهانغ الكوري وسجل العام 1421 البطولة الهلالية الأسوية الرابعة وكانت على حساب فريق جابيليو الياباني البطولة الخامسة والسادسة حضرت مع إدارة الأمير سعود بن تركي عامي 1421 و1423 للهجرة وكانت أمام الشيميوز الياباني وفريق هوندايا الكوري واليوم يأمل الرياضيون في المملكة أن ينجح الرئيس الشاب فهد بن نافل مع كل المقومات المادية والفنية في الاحتفال مع اللاعبين والجماهير بإنجاز جديد يسجل بإسم الوطن عبر لاعب الفريق الهلالي السابقين محمد لطف عبد الرحمة العصفور عن ثقاتهما الكبيرة بتحقيق الهلال للقب الأسوي مع مطالبتهما لللاعبين بالحذر أثناء المباراة التوقعات تكون صعبة بس أننا نتمنى أن تكون هلالية وإن شاء الله أننا تكون يلعبون بنفس الروح بنفس الحماس ويتوقعون أننا راح يفاجههم وراوي أنكم في المرتدات إن شاء الله أننا تكون هلالية بإذن الله والله التوقع أصرب لكن الهلال يلعب أفضلية الفوس في مباراة الذهاب اللي هي على أرضه بإذن الله الهلال قادر بالعودة من اليابان بالكعس بإذن الله الهلال خاف على الهلال لو لعب ينتظر الخصم في ملعبة بتكون صعبة مباراة على الهلال لو بادر الهلال بالنعب الضغط العالي في ملعب الخصم بتكون مباراة إن شاء الله في صعبة الهلال سلط الاتحاد الأسيوي لكرة القدم الضوء على أبرز النجوم القادرين على صنع الفرحة لجماهير الأزرق والمرشحين للاعب دور أساسي في منح الأفضلية لفريق الهلال ضد أورا والياباني وطرح استفتاء حول اللاعب الأبرز حيث أشاد الاتحاد الأسيوي بقدرات الفرنسي بافتينبي جوميز والإيطالي سباستيان جوفينكو وإمكانيات سالم الدوسري باختراقاته والدور الكبير الذي لعبه سلمان الفرج في مباراة الذهاب بالإضافة إلى أندريك كاريو لحسم لقاء الإياب وينضم معنا من توكيو مراسلنا خالد التميمي أهلا بك زميلي خالد هل لك أن تطلعنا على آخر المستجدات لديك في اليابان نعم يزيد حييك وحيي السادة المشاهدين لازمنا متواصلين معكم بالصوت والصورة لنقل كل ما هو جديد عن الفريق الهلالي وكل ما يخص الفريق الهلالي هنا في اليابان الذي تفصله قل من 24 ساعة عن مواجهة نظيرة أوراوى الياباني في ياب نهائي دوري أبطال آسيا لعام 2019 في ملعب السيتامة ما يخص التذاكر استلمت إدارة نادي الهلال 3000 تذكرة ستقوم بتوزيعها على الجمهور أمام المداخل المختصة بدخول الجماهير غدا في ملعب السيتامة اليوم في تمام الساعة الرابعة و45 دقيقة مساء بتوقيت توكيو أقيم المؤتمر الصحفي حضره من جانب الهلال مدرب الهلال الروماني رزفان لوشيسكو والكبتن محمد الشلهوب من جانب الفريق الياباني حضره المدرب أوتوسوكي واللاعب كوروكي أبرز ما قاله وذكره مدرب الهلال بأنهم أنهوا الشوط الأول في الرياض وفاز الهلال بنتيجة إيجابية وقادرهم بإذن الله على التغلب على كل الظروف التي ستواجههم يوم الغد في ملعب السيتامة أما أبرز ما ذكره مدرب أوتوسوكي مدرب أوراوى الياباني فإنه قال اللاعبين سيقاتلون في الملعب وسط ستين ألف مشجع ومقادرون على إيقاف خطورة الفريق الهلالي أيضا هناك تدريبات اليوم أنهى الهلال لتدريب الأخير في ملعب السيتامة استعدادا للنهائي القري أتواجد الآن هنا في مقر إقامة اللاعبين القدامى وبعض الجمهور الهلالي الذين حضروا من الرياض لموازرة الفريق الهلالي الآن معي الكبت محمد النزهان أحد اللاعبين أو أحد اللاعبين الهلالي السابقين اللي اليوم حاضر في اليابان لموازرة الفريق الهلالي حياك الله نرحب فيك عبر قناة الإخبارية والحمد للعلى السلامة كبت محمد اليوم أنت وبعض اللاعبين القدامى وبعض الجمهور الهلالي أعضاء الشرف جيتوا اليوم اليابان توازروا الفريق الهلالي حياك الله ومسي عليكم وبالنسبة لنا جينا احنا كمشجعين ومحبين لهذا الكيان نساند الفريق وهذا طبعا من حبنا للهلال ونبي إن شاء الله نحقق محهمها الانجاز إن شاء الله نتكرر الانجاز اللي طال صبره علينا كيف تشوف استعدادات الهلال لأنهاء القرية المرتقب؟ والله هي استعدادات إن شاء الله بإذن الله تكون جيدة خاصة أن حققنا في الشطر الأول نتيجة إيجابية جدا بقي أمامنا 90 دقيقة أتوقع المدرب واللاعبين هم أدرى بالمباراة بصعوبة المباراة هذه بالذات خاصة أن تحول من أجواء الرياض إلى أجواء اليابان الخط السير السفر التعب هذا كله إن شاء الله بعد هذا التعب إن شاء الله إن شاء الله يحققون النتيجة لتنسيهم التعب هذا كله إن شاء الله بإذن الله توقعاتك التي تجيث غدا والله بإذن الله أنا متوقعها متفاعل إن شاء الله بشكل كبير الهلال رح يحقق هذه البطولة لكن النتيجة أنا أقول تقريبا هي تعادل لكن الهلال هو الذي رح يأخذ الذهب بإذن الله الكابتن محمد النزهان لاعب نادي هلال السابق شكرا زيلا لك نعم أخو يزيد الكل هنا ينتظر وصول رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز من تركي الفيصل والذي سيحضر الملعب السيتامة من أجل الدعم النفسي والمعنوي لعبي الهلال من أجل الحصول على هذه البطولة التي استعصت كثيرا على الهلالين في السنوات الأخيرة يوم الغد هل سنقول الهلال بطرا لدور أبطال آسيا بنسخته الجديدة للمرة الأولى هذا ما نحن بانتظار يوم الغد ألا نعود إليك من جديد في الستوديو يزيد لك الكلمة والصورة تفضل نعم شكرا جزيلا لك مرسلنا خالد التميمي من توكيو أكد حارس مرمى أوراوى ريد دايمونز الياباني شو ساكوني شيكاوا والذي لم يلعب المباراة الأولى للإيقاف على أنه استعد بمفاجأة للاعبي فريق الهلال في مباراة الإياب لنهاي دور أبطال آسيا يوم الأحد القادم وأوضح الحارس أن مشاهدة فريق الهلال في مباراة الذهاب من المدرجات أعطته فرصة لتحليل نقاط القوة والضعف لديه مؤكدا أن الفريق يتطلع للعب الإياب في ملعب سايتاما فالدافع والحافز ليس لهم فقط بل للجماهير أيضا يذكر أن نيشيكاوا لم يشارك في مباراة الهلال ضد أوراوى في لقاء الذهاب والذي أقيم على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض بسبب الإيقاف عشق الهلال تعدى الحدود عدسة الإخبارية التقت بمشجعة يابانية متيمة بحب الهلال وأوضحت سبب هذا العشق نتابع أنا كنت في أمريكا وتعرفت على أصدقائي من العرب وهم يحبون الهلال جيد طيب بعد ذلك تابعت الهلال؟ نعم طيب جميع المباريات الهلال تتابعينها؟ نعم بعضهم يحبون الاتحاد والنصر ولكن أنا يحب بعض الأزرق ثم أنا يحب الهلال طيب ماذا تتوقعين مباراة الهلال وأوراوى؟ من راح يفوز الهلال أو أوراوى؟ أقيد هرال إن شاء الله نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل بفوزه على الضمك التعاون يواصل أداءه المتصاعد ويقفز للمرتبة الثالثة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يلب بهدف ضمك الوحيد وبهذه النتيجة رفع التعاون رصيده لتسع عشرة نقطة بالمركز الثالث فيما حل ضمك في المركز الأخير بأربع نقاط هذا ويلتقي في وقت لاحق من مساء اليوم فريق الأهل يطامح للمزاحمة على صدارة الترتيب بضيفه الفيصلي ونبقى في أخبار المنافسة حيث يسعى فريق النصر الانفراد بصدارة دور كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حينما يحل ضيفا على الوحدة مساء غد ضمن منافسات الجولة العاشرة ويدخل النصر اللقاء وهو يتناصف المركز الأول مع غريمه الهلال برصيد عشرين نقطة وتنفس مدرب الفريق فيتوريا الصعداء بعد شفاء مدافعه الشاب عبدالله مادو وجاهزيته للقاء وعودة محترفي النيجيري أحمد موسى على أن لاعب الارتكاز بالفريق عبدالله الخيبري سيكون أبرز الغائبين بالإضافة للظاهر العبيد في المقابل يسعى الوحدة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتعويض خسارته في الجولة الماضية أمام الرائد ويحتل الوحدة المركز السابع برصيد خمس عشرة نقطة وفي اللقاء الآخر يحل فريق الاتحاد ضيفا ثقيلا على الاتفاق بالدمام ويسعى الاتحاد لابتعاد عن منطقة الهبوط حيث يحتل المركز الثالث عشر بـ 9 نقاط فيما يأتي الاتفاق بالمركز الثاني عشر بـ 20 نقاط إلى العنوين الهلال يختتم ميرانه الأخير على استادي سايتاما والتفاؤل يسود الأجواء رازفان جاهزون لحصد اللقب وساتوشي سنقاتل أمام الهلال ذهب الكل وبقي الشلهوب للمجد بقية شكرا لطيب المتابعة إلى اللقاء